طيب هنروح لمنتخب الشباب لكرة الياد بقيادة كابتن صابر حسين طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر فاز ببطولة افريقيا وتوجه بلقب بطولة افريقيا وهذا هو اللقب التلاتاشر في تاريخ بطولة افريقيا لموليد الفين واثنين منتخب منوطن الشباب كرة الياد تحت عشرين سنة موليد الفين واثنين نجح في الفوز بلقب بطولة افريقيا بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة خمسة وتلاتين خمستاشر ده في النهائي خينين الفارق قديه في الاسكور عشرين جون واللي تلعب مبارح بالعاصمة الرواندية كيجالي دي صالي كيجالي اللي بتلعب عليه حتى ايضا كرة السلة او البال بسكتبول افريقيا ليج بتلعب على نفس الصالة المنتخب كان انهى الشوت الاول متقدم بنتيجة ستاشر ستة قبل ما يوسع الفارق خلال احداث الشوت التاني المنتخب بيضم في صفوفه خمس لعيبة من الاهلي وهم مهاب سعيد محمود عبدالعزيز وعمر الشريف مروان حاتم راضي محمد ومعهم كابتن صابر حسين زي ما قلت لحضراتكم المدير الفني ولو تفتكروا كان هو اللي بتولى فريق الشباب في نادي الاهلي واعتذر بعد توليه هذه المسؤولات طب المنتخب فاس بأفريقيا اللي بعد كده هيشارك في بطولة العالم في عشرين تاو عشرين السنة القادمة ودي البطولة المؤهلة وفرق يعني زي ما انتم شايفين لما يبقى الفرق عشرين هدف في النهائي للنهائي أنا بنتكلمش في المجموعة مع الفينال مع فريق الجزائر الشقيقة المحترم هنا بيدل ان مصر حتى المستقبل في كرة اليد لينا المستقبل الافريقيا في كرة اليد لينا ودي حاجة ونجاح باهر الحقيقة لأسر كوت اليد ان انت مش عندك منتخب قوي دلوقتي بياخد رابع الولمبياد وبياخد تاني بحر رابع المتوسط ولكن انت عندك منتخب شباب يتواجد بطولة افريقيا في النهائي بفرق عشرين هدف اذا احنا ماشيين في كرة اليد بشكل مطمئن او مطمئن لمدة يمكن عشر سنوات قادمة حفوا معلش يمكن منتخب كرة اليد دايما او كرة اليد دايما بتضرب لنا المثل نفسنا نشوف الطائرة كده نفسنا نشوف السلة كده منتخب السلة الحقيقة ماشي بشكل كويس ونقول الاخبار وماشي بشكل كويس الطائرة ان شاء الله نتمنى لها العودة الى منصات التتويق